البداية الليلة بالشأن السوري كل الأمال كانت معقودة على قرار مجلس الأمن بشأن فرض هدنة لمدة شهر في أرجاء سوريا الملتهبة لسيما منطقة الغوطة الشرقية المنكوبة المحاصرة والتي بقيت صواريخ وقبائف قوات النظام تمطرها لأكثر من أسبوع دون توقف لكن اليوم الأول من تطبيق الهدنة المفترضة بدأ بخرق محدود لها كما كان متوقعا ووصل عدد القتل اليوم من المدنيين إلى نحو ثلاثين حصيلة على بؤسها تدعو للتفاؤل قياسا بالأيام الأخيرة لكن اللافتة للانتباه أنه رغم هدنة مجلس الأمن بدأت قوات النظام مدعومة بميليشيات طائفية وإيرانية الهجوم على الغوطة من عدة محاور وهو ما أوقع عشرات القتلى بين مقاتلي هذه القوات ومسلح فصائل المعارضة في الغوطة لم تنم هذه الطفلة سوى ساعات قليلة قبل أن تعود طائرات النظام السوري لتقضى متجعها وتخطف مزيدا من الأرواح فقد استؤنفت غارات النظام السوري على الغوطة الشرقية غدا تقرار مجلس الأمن الداعي إلى هدنة لمدة شهر في سوريا ناشطون تحدثوا عن غارات استهدفت مناطق في بلدة الشيفونية بالتزامن مع قصف بستة صواريخ أطلقتها قوات النظام السوري على مناطق في مدينة حرستا في الوقت الذي طالت فيه أربع قذائف مدفعية مناطق في بلدتي كفربطنة وجسرين ومثلها في حمورية ودومة لم يكتفي النظام السوري بخرق الهدنة فقط عبر القصف الجوي بل تماد فيها بمحاولته اقتحام الغوطة الشرقية من أربعة محاور وسط اشتباكات مع مقاتلي تنظيمات المسلحة هناك أبرزها تلك الدائرة في منطقة المرج على جبهات حرزمة وازريقية وحوض الضواهر وأخرى في عدة محاور من حي جوبر ثم عين ترمى بالأطراف الغربية للغوطة الشرقية لتضيع بذلك فرص دخول المساعدات الإنسانية للغوطة المحاصرة منذ سنوات رغم أن المعارضة السورية أعلنت التزامها بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وتعهدت بحماية قوافل الإغاثة تعهد لا يمكن الاتكال عليها مدهمت سماء الغوطة مرتعا لطائرات النظام السورية التي شغلت عداد القتلى من جديده بعد أن سجل حتى الآن وطيلة الأيام السبع الماضية أكثر من خمسمائة وسبعين شخصا المزيد الآن عن آخر التطورات في اليوم الأول من سريان هدنة مجلس الأمن في سوريا لسيما في الغوطة الشرقية معك يوسف كل الأطراف رحبت بهذه الهدنة ولكن كل طرف يفسر هذه الهدنة وبندها بما يحلو له ويناسب مواقعه الميدانية ويبقى سؤال مهند دبلوماسيا لماذا أعطيت موسكو ربما هذه الفرصة بتمرير كان ممكن أن يكون مشروع القرار واضحا دون تراجع وتجبر موسكو على استخدام الفيتو لكن ربما تم إعطاء فرصة من أجل حل وسط أعتقد الجانب الإنساني ربما لعب دور أساسي في هذه المسألة مسألة تمرير المساعدات والأدوية وكل هذه الاحتياجات على كل مهند لا شيء من الهدنة في الغوطة الشرقية هنا قبل أن نتحدث عن ما حدث على الأرض والهجمات التي تركزت على أربع محاور فقط كما ذكر التقرير استمر القصف بالمدافع وأيضا بالطائرات التي أيضا قصفت بشكل مستمر هنا مناطق مثل الشيفونية وحمورية في إدومة في هذه المناطق وسقبة في منتصف الغوطة الشرقية هنا على الأطراف كان في محاولة للدخول إلى برا من أربعة محاور من المحور الأول دعونا هنا نرسم المحاور الأربعة التي حاول فيها جيث النظام والميليشيا التابع له المحور الأول كان من المرج نشابية إذا لاحظنا على الخريطة في هذا المحور هنا في النشابية يقول النظام بأنه أدخل قواته وأنها تقدمت 1800 متر لكن المعارضة تنفي هذا الكلام وتقول بأنه يعني مصادر معارضة تقول أنه لم يكن هناك أصلا تقدم أو محاولة للدخول ومصادر أخرى تقول لا لم يحدث المحور الثاني نشاهده سريعا هنا المحور الثاني كان من حرستة في هذه المنطقة كان في محاولة للدخول من هنا من حرستة المحور الثالث لهذا الهجوم شنته القوات على حي جوبر أيضا في هذه المنطقة هنا في هذه المنطقة هنا تحديدا في جوبر والمنطقة الرابعة في هذا الإطار سنشاهدها الآن من غرب مدينة دومة إذا اختصرنا هذا الكلام هنا هنا حاول النظام أن يقضم هذه المنطقة هذه الزائدة هنا وأيضا في جوبر حاول أن يقطع هذه المنطقة وحاول أن يدخل من حرستة حاول أن يتقدم في دومة من هذه المحاور الأربعة بينما القصف كان مستمرا هنا لكن لا معطيات بأن هذه المحاولة محاولة الاقتحام قد نجحت أو أسمرت عن شيء مهند هناك أنباء يوسف تتحدث عن تكبد النظام وحلفاء خسائر بشرية كبيرة في هذه المحاولة محاولة الاقتحام وهذه ليست المرة الأولى منطقة المرج تكررت فيها محاولات الاقتحام وواضح أن المسألة ليست سهلة أبدا مهند مواقع إخبارية موالية للنظام منذ أشهر تقول أن اقتحام الغوطة الشرقية بريا عملية شبه مستحيلة وإن نجحت ستكون مكلفة جدا حمام بالنسبة للنظام وبالتالي في علامة استفهام حول ما المطلوب لماذا يحاول الدخول والاقتحام وعدم الذهاب إلى أي مفاوضات هذا أمر غير واضح والهدنة أيضا عليها علامات استفهام كثيرة يوسف بالنظر أولا إلى السجل الماضي الهدنة السابقة كلها تقريبا فشلت وبالنظر إلى مواقف الأطراف التي تريد التمسك بمسألة مواقعها الميدانية وثانية مسألة محاربة الإرهاب كل الأطراف تتحدث عن ضرورة محاربة الإرهاب وهذه ليس لها علاقة بشروط الهدنة دعنا نسأل ضيفنا من بيروت عن بعض هذه القضايا معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنم مسألة خير عميد حنم رحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار اليوم الأول لهذه الهدنة المفترضة يعني ربما حدة القصف خفت إلى حد ما عدد الضحايا أقل نسبيا ولكن لم تتوقف العمليات العسكرية وكل طرف يشدد على أنه سيواصل محاربة الإرهاب وهذا لا يشمل أو لا تشمل بنود هذه الهدنة هل يمكن القول أن هذه الهدنة سيكون مصيرها كمسير سابقاتها أولا مهند يجب أن نسأل ما هي وظيفة هذه الهدنة يعني عندما نتحدث عن هدنة يجب أن ننظر إلى الحل السياسي هذه الهدنة مثل الهدن التي تحدث عنها تقرير على سكاينيوز منذ قليل يعني منذ نصف ساعة تقريبا أهم هدنة حصلت هي الأستنة يعني مناطق خفض التوتر أربعة هذه المنطقة هي إحدى أهم المناطق الأساسية ولم يصمد هذا الأمر حتى ولو أتى هذا الأمر من مجلس الأمن لأنه من يراقب ما هي الوظيفة السياسية كما يقولون عامة أنه من هو قوي لا يريد أن يعطي ومن هو ضعيف ليس لديه ما يعطيه اليوم النظام يعتبر نفسه أنه في مرحلة متقدمة استرجع ما يقارب الـ 75% أو 60% من أرض السورية وهو في موقع مرتاح لم يعد هناك خطر أساسي عليه لماذا سيعطي؟ خاصة موقع الغوطة الشرقية هالموقع الاستراتيجي المهم جدا يعني الـ M5 الذي يصل شمال سوريا بجنوب سوريا اثنين هذا أمر هاجس أساسي على منظمات داخل الغوطة الشرقية يعتبرها النظام إرهابية وهي تهدد النظام أو مركز السقل السياسي للنظام فلنتأمل أنه النظام سيطرة على الغوطة الشرقية يصبح الأمر مفتوح على كل الاحتمالات على كل الاتجاهات في سوريا وهذا الأمر سيعطي النظام مزيد من القوى لاستعمالها في مكان آخر هذا مهم بالمعنى بغض النظر عن الموضوع الإنساني وهذا أمر محزن جدا بالمعنى الاستراتيجي بالمعنى العسكري هذا ما يصعى إليه النظام طيب يعني السؤال هنا عسكري في السابق في مناطق أصغر استطاع النظام بالقوى النارية أن يفرض على المسلحين والمقاتلين الخروج ضمن صفقات بسبب زيادة عدد القتلى بين المدنيين لكنها كانت مناطق صغيرة وأعداد قليلة الغوطة هنا نتحدث عن أربعمائة ألف نسمة نتحدث عن آلاف المسلحين هذا الأمر صعب وغير وارد عسكريا هل يستفيد النظام شيء من محاولات الاقتحام البرية رغم علمه بأنه في أنفاق وفي تحصينات وفي كل شيء في هذه المنطقة هذه معضلة لدى النظام تتحدث عن مئة كيلومتر مربع تقريبا وقلت ما يقارب أربعمائة ألف نسمة متنوعة وفيها عدة تنظيمات من هيئة تحرير الشام من أحرار الشام يعني من جيش السوري الحر ولديها الأنفاق ولكن هذا الأمر مع الوقت عملية الاستنزاف لهذه القوى المعزولة تقريبا وهذا ما يحاول النظام وتحدثت يوسف في مرحلة الأربع محاول للتقدم أنه محور جوبر دوما هذه المنطقة سكنية بامتياز هي عملية تثبيت ويقال أنه هناك محاولة لتقطيع هذه المنطقة والتعامل معها بالمفرق بدل أن تتعامل معها بشكل أكبر وبشكل أن يذهب الأمر إلى أن السكان يرفضون البيئة الموجودة وهم إذا كانت هذه المنظمات مفروضة وأمر واقع على الناس وبطريقة أن يتعامل معها بالمفرق بدل أن تكون هذه الكتلة الأساسية من هنا الهجوم على أربع محاور يشتت قوى المعارضة في الداخل ويجعلها تحارب على عدة جبهات وهذا أمر يعطي النظام الأولوي لأنه لديه التفوق الجوي والتفوق الناري وحتى التفوق اللوجستي هو يقاتل بمنطقة يستطيع أن يقاتل فيها ولكن لا تزال هذه المنطقة خطيرة على مركز السقل السياسي المهم وتعرضت دمشق ومحيط دمشق لقصف وهذا أمر لا يرضى به النظام في هذه المرحلة عميد حنة وقف اطلاق النار أو الهدنة تشمل كل أراضي السورية يعني كل الجغرافية السورية بحسب قرار مجلس الأمن وهذا ينطبق على منطقة عفرين التي تشن فيها تركيا حملة غصن الزيتون ضد المقاتلين الأكراد تركيا رحبت أيضا بهذا القرار قرار الهدنة ولكنها تحفظت وقالت أحتفظ بالحق في مواصلة هذه العمليات العسكرية ضد هذه المجموعات الإرهابية هل نتوقع أيضا أن لا تنجح الهدنة بشكل كامل بالنظر إلى هذا التصميم التركي على مواصلة عملية غصن الزيتون مهند نتذكر القرار 2254 عند مصدره وفيه بند يقول بتصنيف المنظمات إرهابية وغير إرهابية وأتذكر أنه كلف بهذا الأمر الأردن اليوم نتحدث على الساحة السورية ممثل روسية في الأمم المتحدة يقول أنه أمر النجاح لهذا وقف النار أو قرار وقف النار يتعلق بمن يسيطر على الأرض اثنين يقول الرئيس بوتين أنه هذا الأمر لا يشمل التنظيمات الإرهابية وهنا ننتقل إلى مرحلة من يصنف وكيف نصنف التصنيفات الإرهابية تركيا تقول نعم ولكنها تصنف قوات حماية الشعب الكردي وحتى قوات سوريا الديمقراطية بالإرهاب فأذن أنت في مرحلة غير مباشرة لاستمرار المعركة هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من يراقب هذا وقف النار أولا اثنين في حال خرق النار ما هي العقوبات وما هي كما يقال من يعاقب من ينفذ من يضرب وهذا قلت في بداية الحديث أنه من قوي لا يريد أن يعطي ومن ضعيف ليس لديه ما يعطيه المشكلة في سوريا أن المدن في مرحلة الدمار والتدمير الشامل والمشكلة أن الحرب تدور بين البيوت وبين الناس وهذا المأساة الكبرى الإنسانية على الشعب السوري وأنت قلت مهند أنه أهم بعد لهذا الموضوع هو الضغط الإنساني على موضوع الناس الموجودين القتلى خمسمائة خطيل ما يقارب في فترة بسيطة ولكن هذه هدنة أعتبرها مثل الهدن الباقية ومنها الهدنة الكبرى الأستنى هي مرحلة للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقبلية لا يمكن حل على غرار ما حصل في مناطق أخرى كما قال يوسف عميد حنى قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى إذا سمحتني أعذرني على المقاطعة قرار مجلس الأمن أنا أمامي نص القرار البند الثاني في هذا القرار يتحدث عن المجموعات المصنفة إرهابيا يتحدث عن داعش يتحدث عن القاعدة يتحدث عن جبهة النصرة وكل التنظيمات المرتبطة بهما ويقول كل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي صنفها مجلس الأمن على أنها إرهابية البي دي الوحدات حماية الشعب غير مصنفة إرهابيا لا من مجلس الأمن ولا من أي جهة أخرى فقط تركيا التي تعتبرها إرهابية وبالتالي كيف ستتذرع تركيا باستمرار العمليات العسكرية إذا كان المجتمع الدولي كله لا يعتبر هذه المجموعات إرهابية مهند أنا قلت ما هون الحديث هون إذا بدك المحور الأساسي أنه من سيراقب من سيحاسب تركيا اليوم تهدد القوات الأمريكية في منبج ومن سيحارب ويقول أنه البي واي دي أو قوات حماية الشعب الكردي هي ليست إرهابية العملية مستمرة نحن في مرحلة غياب آلية المراقبة غياب آلية المحاسبة وأعتقد كما قال المندوب الروسي من هو على الأرض هو الذي سيقرر إذا اعتبرنا أنه جبهة النصرة هي إرهابية في إدلي فإذا يجب أن يكون بنفس القانون أو بنفس القرار أن تستمر هذه العمليات وهذا الأمر ما يبرر ما تقوم به روسيا وما يقوم به النظام إذا أخذنا في الغوطة الشرقية التنظيمات الموجودة باستثناء الجيش السوري الحر تعتبر إرهابية من قبل بعض القوى الموجودة هي معارضة للنظام فإذا هي حكما إرهابية شكرا جزيلا لك العميد لياس حنى الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت شكرا جزيلا لك